التقى محافظ البحر الأحمر عمر حنفه 13 سفيرة من سفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة وذلك في مستهل زيارتهم لمدينة الغردقة التي تستمر لمدة يومين واخر اللقاء أكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية بالتعاون المستمر مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التنشيط السياحية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية بالإضافة للاحتفال بقرب تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي القاهرة وساو باول البرازيلية هذا وقد وجه محافظ البحر الأحمر الدعوة الوفد الديبلوماسي لزيارة متحف الأحياء المائية بالغردقة والذي اختارته منصة السياحة والسفر العالمية ضمن أفضل عشرة أماكن للجذب السياحي في العالم